جلد الفقمة حكاية من التراث الإسلاندي كان يا مكان في قديم الزمان كان هناك رجل شاب يعيش قرب البحر في أحد الأيام وبينما كان يسير بمحاذاة البحر قبل ذهابه إلى عمله قرر أن يستمر في المش ويستمتع بجمال الساحل أسمع موسيقى سمع صوت موسيقى يأتي من بعيد فسار باتجاه الموسيقى بعد أن وجدها ممتعة وجميلة وبعد أن وصل إلى هناك وجد نفسه أمام أحد الكهوف يبدو أنهم مستمتعون جداً بيود لو أنظموا إليهم جلد فقمة يوجد منه الكثير ليس سيئاً كان جلد الفقمة دافئاً وحينما وضعه فوق جسمه تمنى فجأة أن يكون ملكه وفكر باقتنائه ولكن يبدو أنه ملك لهؤلاء الناس كم أتمنى أن أمتلك واحداً مثله لن يلاحظ أي نقص إذا ما أخذت واحداً في النهاية حصل هذا الرجل على أحد جلود الفقمة وأخذها إلى البيت ثم وضعه في خزانته وأقفلها بمفتاح خاص بعد فترة من الزمن بدأ القلق يساوره لأنه لأول مرة اقتنى شيئاً دون علم أصحابه لقد شعر بالذنب وقرر أن يذهب إلى الكهف ثانية ليتحرى فيما إذا كشف أحد الأشخاص أمره أم لا ماذا حدث؟ في الحقيقة إنني فقمة وكان هناك مهرجان راقص وقد خلع كل واحد منا جلده ووضعه هنا في هذا الكهف وحينما انتهينا وحان وقت العودة إلى البحر لم أجد جلد الذي خلعته وبدون هذا الجلد لا أستطيع العودة إلى البحر نعم لا أستطيع لأن أحداً قد فرقه مني خذي شكراً شعر الرجل بالأسف والأسى لحال هذه الفتاة فجلبها معه إلى البيت لكي يرد لها الجلد الذي أخذه هو ورغم ذلك لم يقدر على أن يصارحها بالحقيقة لأنه بدأ يميل إليها لذا فكر إذا أعاد لها الجلد سوف تتركه وتعود إلى البحر كان هذا الرجل يعامل تلك المرأة معاملة مليئة بالحب والإخلاص والإحترام لذلك كانت هي تخدمه طوال اليوم ما أطلب هذه الرائحة كان الرجل سعيداً مرتاحاً في حياته والسبب هو المرأة التي أصبحت فيما بعد زوجته وحبيبته وبعد فترة أنجبت له ولداً جميلاً أصبح ذلك الرجل أباً وللمرة الأولى لكنه كان خائفاً على مستقبله بعد أن تجد زوجته جلد الفقمة ولكن متى بعد فوات الأوان يشبهك تماماً بعد ذلك مرت الأيام والشهور والسنين كانت المرأة سعيدة جداً لكنها لم تستطع أن تنسى جلدها الذي سرق منها انظر أليس جميلاً؟ ماذا أسمع؟ إنهم إخوتي أمي أمي إلى أين تذهبين؟ ولدي حبيبي دخل هذا يا ولدي لا تقلق أنا بجانبك هل لازلتم تذكرون الخزانة التي أخفى فيها الرجل جلد الفقمة؟ بالطبق هذه هي الخزانة إنها مقفلة بالمفتاح ولكن أين المفتاح؟ ها هو إنه مع الرجل وداعني يا أبي وداعني في يوم من الأيام ذهب الرجل للصيد وبقيت زوجته لتنظف البيت ما هذا؟ يا إلهي إنه مفتاح زوجي لقد نسيه إنه مفتاح الخزانة ترى ما الذي بها؟ إنها لا تدري ماذا يوجد في الخزانة ومن الطبيعي أن يقودها الفضول إلى فتحها إنه جلدي إنه هو إذن لم أكن أعلم ذلك بهذا أستطيع أن أعود إلى البحر ولكن كلا لا أستطيع أن أترك ولدي واحدة لا أستطيع يا ولدي المسكين اعتقدت الأم أنها لا تستطيع أن تترك طفلها أبدا ورغم ذلك فهي كلما سمعت صوت الأمواج المترامي عبر البحر تشعر بالحنين والرغبة في العودة إلى البحر أنا آسفة آسفة يا ولدي أنا لست بشرا أنا فقمة سامحني إنني لا أستطيع أن أخذك معي يجب أن أتركك يا ولدي سامحني وداعا وأخيرا عادت إلى البحر حيث موتنها الأصلي في المساء عاد الرجل إلى بيته لقد ذهبت أمي ذهبت أمي يا أبي يا علاقتي أمي 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 يا زوجتي العزيزة أين ذهبت أعودي إليه أرجوك تعالي تعالي بحث الرجل عن زوجته ولكن دون فائدة لقد عادت إلى البحر تركتني في أثناء ذلك عادت الزوجة إلى البحر ومع عودتها شعر بالحزن والأسى عليها وقضى يومه يائسا حزينا لكنه لا يستطيع أن يظل يائسا طوال حياته لديه طفل ويجب عليه أن يغذيه ويطعمه والطعام شارف على النفاد في ذلك اليوم خرج الرجل ليصطاد بعض السمك وفي هذه الأثناء ظهرت الفقمة قبل مجيئه بدقائق إنها هي لم تستطع المرأة أن تنسى طفلها العزيز أبدا وكلما يخرج الطفل الصغير للعب قرب البحر تخرج الأم من الماء وتراه فتطمئن عليه أمي أرادت الفقمة أن تقول ولدي أنا أمك لكن الصوت الذي كان يسمعه الطفل هو بكاءها فقط أمي أمي أين أنتي كانت تغني لكثيرا أمي أين أنتي يا أمي أمي حاولت الفقمة جاهدة أن تغني لكن الطفل لم يكن يسمع سوى بكائها أمي 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 أم اشتركوا في القناة